اسلام عليكم معاكم اسامة خطاب اه كامل معاكم الشرح بتاع في الفيديو ده ان شاء الله هنكلم عن هنحاول نخلصه على فيديوهين ان شاء الله ما يطورش عن كده هنكلم في جزء الاول عن اللي هو الهيموفيريا وفي الفيديو تاني ان شاء الله هنكلم عن تمام? اه طيب اول حاجة عايزين نتكلم بس على احنا عندنا الجسم في حالة ما بين اه اللي هو او اللي هو يعني تمام? طيب الجسم طبعا في حالة ما بين الاتنين كل بيوجه الجسم في الاتجاه اللي احنا محتاجينه. لو حصل للفيسل فاحنا محتاجين عشان يمنع ولو العكس ان فيه تكونت بالغلط فالجسم في الحالة دي محتاج يعمل ثرومبولايسيز علشان يكسرها ويريستور البلود فلو تمام? طيب ثرومباس فورميشن هنا بتتكون من اه محتاجين يعني كوابريشن between three systems اول حاجة البلود فسل لما بيحصل اي انجري للفيسل المفروض بيحصل رفليكس فازو سبازم رفليكس فازو سبازم الايم بتاعه ان هو يقلل البلود فلو للحتة الانجور دي بحيس ما يحصلش بحيس ما يوجد الصوت عبر الاخيار المفروض النهر ال οποي الع plata Gerade المفروض النهر الniesون That sounds good تبقى هدو البلود فرميشن مهمين في الصوت ومين الساكندري هيموستيزيس. البلايتلت الرول بتاحها ايه? اول حاجة بتعمل تاني حاجة بيحصلها وتبدأ تطلع تالت حاجة بيبدأ يحصلها تمام? هنحاول ايه? نوضح ده بشيء من التفصيل ان شاء الله آآ سنيح ده تمام? هو اللي بيحصل ايه? لو ده كده وحصل هنا انجري للبلوت فيسل المفروض يحصل ايه? يعني سيه هنا هنا حصلت اول حاجة المفروض يحصل قبل ما يحصل والكلام ده كله اللي بيحصل ان انا عندي هنا المفروض فيه هنا او عندي المفروض ان البلوت فيسل ده بيكون الاندوثيليم ده تمام? فالمفروض ان البلوت فلو ماشي هنا مفيش اي مشكلة لان ده سمود ثيرفس ما بيحصلش عليه اي مشكلة. آآ لكن لما بيحصل انجري ده بيفقد وبالتالي بيبقى فيها عندي هنا اكسبوجر للكولاجين او الراف سيرفس ده وبالتالي هنا بيبدأ دي زي تريجر بوينت بتبدأ تعمل اكتيفاشن للكواجلاشن سيستم سواء كانت للبليتلت او للكلوتينج فاكتورز تمام اول حاجة بالنسبة للبليتلت هنعمل يعني كأننا هنزوم ان على المنطقة دي فلو ده كده تمام تمام ده كده المفروض البليتلت سيبتيجي وبتبقى عايزة تمسك في طيب في حاجة بتميديت ده او الحاجة اللي بتميديت ده فاكتور هنا اسمه تمام تمام ده هو اللي بيمديت تمام يبقى ده كده اول حاجة البليتلت عرفناها ازاي تاني حاجة البليتلت دي لما يحصل لها بيبدأ يحصل لها والاكتيفاشن ده هيبدأ يطلع من دي هتبدأ تطلع زي الكالسيوم زي السيروتونين زي الحاجات دي كلها هتبدأ تطلع من لما تشتغل على دانية هتبدأ تعمل لها دانية هيبدأ يحصل لها للمنطقة دي ويجي دي يبدأ يحصل لها تمام 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 ده كده بالنسبة للرول أوف بليتلتس بالنسبة للكواجوليشن نفس الفكرة الاكسبوجر للرف سيرفوس ده بيبدأ ييكتيفات الكواجوليشن سيستم عن طريق حاجة اسمه التشوفاكتور ادي كده في الكنتكت اكتيفاشن مكتوبة في الانترينسيك باثوي او الرف سيرفوس ده بيبدأ ييكتيفات الانترينسيك باثوي سوري والتشوفاكتور بيبدأ يأكتفيت الاكسترينسيك باثوي التشوفاكتور ده بيطلع نتيجة الانجري اللي بتحصل في الاندوثيليم والفاسكولار والتمام بيبدأ يأكتفيت تمام طيب احنا حاجة تانية برضو عايزين نأكد عليها في النقطة دي علشان نسحيل على نفسنا اه مين انترينسيك ومين اكسترينسيك وبالنسبة للستاديس بتاعتنا اه لو انا عايز اشوفها يعني في اللابس بتاعتنا احنا هنسحيلها على نفسنا بنيموني كده ده الانترينسيك باثوي وده الانترينسيك باثوي تمام الانترينسيك باثوي ده احنا هنقول ايه بلاي تنس تابل تمام الناس بتلعب تنس طولها في البيت تمام انما بلاي تنس اوتسايد الناس بتلعب تنس فين في النائد دي وكده يبقى انت كده البي تي تي الانسي دي الان دي بتاعت الانترينسيك باثوي انما الاوتسايد دي بتاعت الاكسترانسيك باثوي يبق انا لو عايز اشوف استادي تقول لي ايه المشكلة في انهي سيستم. يبقى البي تي تي ده بيتكلم عن اي ترانسيك باثوي. والبيت يده بيتكلم على اي ترانسيك باثوي. لو عندي اي مشكلة في الفاكتورز اللي هنا. في word میں ونفس الكلام. لو عندي مشكلة فيIM هيبقى عندي مشكلة فيіль بيت هيبقى. تمام. ده كده بالنسبة للبي تي تي او البي تي. تمام? البي تي ممكن الحاجة الاكويفلانت لها. تمام? اه ممكن يستخدمه بالنسبة لنا. تمام? طيب بالنسبة للبليتلت. البليتلت احنا عندنا تو مين بنستخدمهم. اول حاجة عشان اشوف البليتلت كونت في السي بي سي بشوف هل فيه ثرومبوسايتوبينيا ثرومبوسايتوزيز عددها قد ايه وشكلها ايه? البليتلت فانكشن او هي بتبقى شغالة ازاي? عن طريق كانت بتتعمل زمان اسمها البليدنج تايم. تمام? يبقى البليدنج تايم ده بيقول لي البليتلت هل هي فانكشننج ولا لا? تمام? فانكشننج يعني هي بتقوم بالرول بتاعها اللي هو بيبدأ تطلع الميدياتور زي يبدأ يحصل الكلام ده كله. تمام? دي كده حتة مهمة اتكلمنا عليها. طيب بالنسبة هنا للكواجيليشن كاسكيد انا مهم ان انا اعرف بس يعني هنقول ايه زي كده عنهم اكيد احنا عارفين الكلام ده بالتفصيل من الفيسيولوجي من سنة اولى. بس الفكرة كلها ان انا عندي البي تي تي. احنا قلنا ده تابع الانترينسيك بوسوي. تمام? والبي تي تابع الاكسترينسيك بوسوي. طيب. البي تي تي علشان هو الاسم الاطول فده هيكون الكاسكيد الاطول تمام? إنما البيتي عشان هو أقصر فييكون الكسكيد الأقصر الكسكيد الأقصر ده بيبقى فيه اثنين فاكتور اساسيين اللي هما سبعة وتلاتة وبعد كده بيروح لل Belle odd way إنما الكسكيد الأطول اللو هو Intrinsic Board ويده يبدق من فاكتور ١ فاكتور ١١ يبدقي يعمل Activation لفاكتور ١٤ بيسكيب فاكتور ١ لي إذا فاكتور ١ ده هنا في الـ Common Math وبعد كده يبدأ يعمل Activation لفاكتور ١ وبعد كده فاكتور ٺ تمام؟ عشان كده قلنا الاقصر ده هو ده بتاع الكلمة الصغيرة والكلمة الطويلة بيبقى معها الاطول الاتول تمام؟ طيب مين الحاجات اللي مشتركة فيه احنا بنحفظهم في كلمة ايه? اتنين في خمسة بعشرة فهو في فاكتور عشرة وفاكتور خمسة وفاكتور تو تمام؟ فاكتور تو ده اللي هو في الاخر تمام؟ آآ والثرومبن في الاخر هو بيبقى ثرومبنوجين وترومبنوجين بيتحول الثرومبين والثرومبين ده بيبدأ يتكون اللي هو المفروض هنا اللي بيبدأ يعمل فكرة ان هو بيستابيلايز زي ان دي كده رقم واحد مسلا ودي كده التانية رقم اثنين وهنا عليهم المفروض بيجي يبدأ يحصل هنا ايه للفايبرين هنا ويبدأ يتكون تمام يبدأ يحصل له بدل ما يبقى هو حاجة لا هيبقى سولد علشان يكون هنا تمام ما بين كل البليتلس بقى دي تخيل حجم البليتلس اكتر والفايبرين اكبر من كده فهتبدأ تتكون هنا ايه مشورك كده ما بين الحوار ده كله علشان يكون بقى الاند ريزولت اللي هي اللي هي دي بقى لو انت عملت بالبليتلس بس هي انستابل هتتشال بسهولة انما لما تعمل بالفايبرين انت كده بتثبت دي علشان تمنتين الهيموستيس ده وتمنتين ان حصل هي مستيس يعني لو هنا الفيسل هنا وفي انجري فانت عملت هنا علشان تريستور البلاد فلو وذوت ان يحصل تمام ده كده الجزء الفيسيولوجيكال بتاعها تمام طيب في بقى حاجة تانية اللي هي اسمها اللي هو خلاص احنا كونا البليتلس وكونا البلاد كلوت تمام دي حاجة الفيسيولوجيكال بعد فترة خلاص البلاد فيسل حصل له هيلينج وحصل تاني ما عنديش مشكلة فانا ممكن اكسر او ان نتكون عندي ابنورمال ثرومبوس نتيجة وفي الوقت ده عايزين نشغل علشان ايه يحصل يعني في الحالة دي احنا بنعمل حاجة اسمها ايه اللي هي ثرومبولايسيز المين ميدياتور فيها هو البلازمن البلازمن ده درايف من البلازمنوجين طيب والانزايم اللي مسؤول عن الموضوع ده حاجة اسمها بلازمنوجين اكتيفيتور اه عندنا في الجسم تشوي بلازمنوجين اكتيفيتور وده حتى لو تفتكروا اسمه في المستشفيات او في الكنيزايا اسمه تي بي اي اي ده بيستخدموا في حالات حالات حتى ال ام آي علشان هو هيعمل لبلازمنوجين يحاوله البلازمن ده هيكسر الفايبرين والفايبرينوجين ويبقى عمل ايه ثرومبولايسيز بيكسر الثرومبوس اللي موجودة دي بيسموها حتى كيميكال ثرومبولايسيز تماما ايه الحاجات التانية اللي ممكن بتاكتيفيت البلازمانوجين كونفرجن انتو بلازمن اليورو كاينيز او من اسمها كده. ده اصلا انزايم بيتصنع في وبينزل في فهو ساعات بيستخدموه ان هو يبقى يعني ويستخدموه كليكا لكده والستريبتو كاينيز ده من اصلا بتصنع الانزايم ده علشان تسهل على نفسها بتحاول تكسر به اي اي حاجة الجسم بيكونها او اي بارير او اي الجسم بيكونوا وهي بتكسروا علشان تبدأ تعمل بتاعتها فده برضو ايه انزايم درايفد من البكتيريا علشان تمام اه تمام كده اه هنا بقى ده الشرح بتاع الكلام اللي احنا قلناه هويفر ان في حاجات بتبقى بس احنا هنعرف هو تمام بتبقائين طبعا ما يفعش هم يكونوا ماشيين اكتيف وإلا كان الجسم دخل في حالة اه ثرومبوزيس والوفر البادي كله فهي بتبقين اكتيفيتد ولما بيحصل لها اكسبوجر لحاجة زي او حاجة شبه كده زي ما اتفقنا نتيجة انجري بيحصل لها اكتيفاشن وتبدأ تقمين الكاسكيت بتاعها تمام؟ في بقى حاجات تانية غير الانتي غير البلازمين ده في حاجات تانية زي زي البروتين سي البروتين اس الحاجات دي المفروض ان هي زي ما بنقول ارم تانية علشان يمنتين بالانس والجسم ما يبقاش اخد اتجاه حاجة معينة يبقى انا عندي بالانس بتوين تو فورسز اللي هي الكواجلانس والانتيكواجلانس والجسم حسب الستيت بتاعته في حالة فسكولر انجري ولا في حالة هيلنج وعايز يريستور البلات فلو هيبدأ يختار هيمشي انهي ثقة فيهم الفيبرينولايسيز دي اللي اتفقنا عليها اللي هي بيكسر البلات قلوت بعد ما تتكون واذر ان خلاص حصل هيلنج للفسل وال او ان البلات قلوت دي كونت بشكل انابروبريات فالجسم هيتخلص منها البلات اللي تسئولنا هي المين كونسيرن او المين درايفين فاكتور في البرايميري هيموستيزيس والبلوت فسل زي ما بنقول هو بوث انشيات وبيلمت الكواجلاشن بانشيات عن طريق الريفليكسي فازوس وبيموت الالiinوستيليم بيمنتين اااو بيعمل بيمنع عن طريق ان هو بيطلع وبيطلع فالحاجات دي كلها بتبريفير يعني ان يبقى فيه بلوت فلو وتمنع فهو زي ما بنقول دي كلها فاكتور بتتعامل مع بعد وبتشوف اللي الجسم فيه محتاج ايه؟ ويبدأوا يتعاملوا مع ايه؟ تمام؟ طيب او ايه التستات اللي بتستخدمها في حالات اول حاجة زي ما بنقول محتاجين نشوف فيه او فيه عامل ازاي؟ علشان نشوف لو فيه شكلها عامل ازاي؟ في الميكروسكوبي. البرو ثرومبين تايم البي تي زي ما بنقول ده الاكسترنسيك البي تي play tennis outside اللي هو الاكسترنسيك البي تي تي او activated partial thrombo plus in time ده play tennis table inside فده الانترنسيك باثوي الثرومبين تايم ده بيشوف deficiency او dysfunction of fibrinogen احنا عارفين ان الثرومبين ده اللي هو factor 2 دي اخر حاجة بتشتغل على الفيبرانوجين وتحول الفيبرانوجين لفايبرين فانت بتشوف التست ده الفايبرانوجين اتحول الفايبرانوجين في وقت ادي ايه في وجود الثرومبين لو الوقت ده كان افروبيات فخلاص ما عندكش مشكلة انما لو تعرف ان الفايبرانوجين اصلا مش موجود او موجود بنسبة ضعيفة يعني فيه deficiency وبالتالي الconversion of fibrانوجين للفايبران هياخد وقت اطول تمام? في ناس بتعمل كوانتيتات في فايبرانوجين سايف في بعض المعامل وفي بعض الدول المحترمة الفايبرانوجين السايدة عشان فيه امراض زي الفايبرانوجينيميا وفيه حاجة اسمها هايبوفايبرانوجينيميا دي بتبقى عندهم مشكلة في كمية الفايبرانوجين فانت ممكن تقيس الليفل بتاعه وتعرف المشكلة دي الدي دايمر ده عبارة عن سبليت برودكت او ديجرديشن برودكت ده يانطج نتيجة تكسير الفايبران فانت لو عندك حاجة مثلا باثولوجيا زي الدي اي سي فانت بتكون بلاد كلوتس كتير والبلوت كلوتس دي بتتكسر نتيجة فانت في الحالة دي هتلاقي دي دايمر عالي فده عبارة عن بتقيسه بالدي دايمر و بيكون في تمام يبقى دي دايمر في دي مع دي تمام ممكن تعمل البيوكاميكال سكريننج او الرينال فانكشن طبعا بتعمل بتعمل احنا عارفينها طبعا من عينين السي كده لان ممكن يكون البيشنط عنده هباتيك فيليور اصلا وعنده المشكلة ان هو مش بيصنع وبالتالي بيخش في المشاكل بتاعت تمام هنا اخر معلومة بيقول ان اللي كلمنا عليه في البلايتلت دا نو لونجر يوزد و احنا دلوقتي بنستخدم حاجات تانية بتقيس البلايتلت فانكشنز زي حاجة اسمها هنكلم عنه لما نيجي لوقتها تمام لازم نكون عارفين طبعا ان في كل بتكون معادة ومعادة تمام ليه بيكونوا يعني كده ان مش شغال بالتاعته وبالتالي بتاعته قليلة فبالتالي الحاجات دي مش هتبقى في النورمال بتاعها ما هيبقى عنده لابلز اقل لان الليفر شغال بكفاءة اقل برضو من تمام بس كده تمام مش محتاجين نكلم بحاجة تانية هنا طيب بعد كده هنتكلم عن الهيموفيليا والهيموفيليا دي هو عبارة عن بليدنج ديس اوردر تمام الهيموفيليا بتاعتها عشان كده زي ما شرحنا في الحتة بتاعت هيبقى ممكن تحصل في الفيميلز زي ما قلنا ومش هنعيدها تاني لو مش هنعيد الشرح هنقول بس الحالتين لو فيه هوموزيجوس دي ان الفيميل دي عندها الاتنين اكس اه اكس كروموزومز بايزين او ان هي تكون تمام اه ام زي ما بنقول ان هو ففيه او تالت الحالات بيكون عندهم بتحصل اول مرة في الطفلة ده تمام مهم ان انت تعرف الفيميل كاريورز لي لان هي هتكون في بتاعها لو جابت ولد هيبقى بنسبة كبيرة هيكون هو الافاектed تمام الحتة دي برضو كلانيكالي لما بتاخد classical history او لما بتاخد history من ام الطفل او من الطفل فانتاachtet متسألهوش حد من قرائبك لا انت بتكون視察ت في السؤال بتاعك انت بتسأله حد من قريبك من ناحية الام يعني خيالك من ناحية الام او جدك من ناحية الام اي حد من ناحية الام الذكور فعلية الام هما دول اللي بيكونوا افاكتد مالي تمام الهيموفيليا فيه منها هي مفالية اي لا هي فكتور ايد ديفيشنسي وهي مفالية بي هي فاكتور ناين ديفيشنسي. تمام? الديجرايم ده حلو جدا. بيوضح الانتر اكشن بين الفاكتور ايت والفاكتور. احنا زي ما بنقولنا في الاول ان الفاكتور ده ليه رول في للاندوثيليم. هو كمان ليه رول تاني ان هو بيبقى مسؤول على اه هو بيبقى كارير ليه بيمنع بتاعه وبالتالي هو بيبرولونج الهاف لايف بتاعته. تمام? فاحنا بنشوف هنا ان الليفر هنا بيصنع فاكتور ايت والاندوثيليا اللي سلز بتطلع الفاكتور. الاتنين بيحصل ما بينهم وبيعمل كومبلكس اللي هو فاكتور ايت فاكتور كومبلكس. تمام? الكمبلكس ده بيمنتين للفاكتور ايت. تمام? فالهيموفيليا ايه? الهيموفيليا انت عندك ديفيشنسي للجين وبالتالي الفاكتور مش بيتصنع اصلا. ولكن الفاكتور سليم. ففي الحالة دي الفاكتور قادر يشتغل لكن مش قادر يشتغل ككارير للفاكتور ايت لان ما عنديش فاكتور ايت اصلا. تمام? في الفاكتور ايت انا عندي المشكلة في الفاكتور نفسه الاندوثيليا مش بيتطلعه. وبالتالي انا عندي فاكتور ايت موجود بس بتاعته قليلة. فممكن يحصل لي مشاكل زي اللي عنده هيموفيليا نتيجة ان انا الفاكتور ايت ده بيحصل له ومش بيطول. الحاجة التانية كمان ان انا عندي فاكتور مش شغال كبليتليت ادهيجن. ففي الحالة دي هيبدأ يظهر مشاكل هنتكلم عنها بالتفصيل في الفاكتور ايت كام. اه طول ما هو اكتر من خمسة دي حاجة كويسة وبيكون بتاعته بيكون يعني لازم يكون في تريجر او علشان تعمل ده. من واحد لخمسة ده بيكون وده بيكون اي حاجة بسيطة. هتبدأ تعمله البليدينج ده. اه قلي من واحد ده سيفير وده بيحصل له تمام. اه محتاجين برضو نقول رول تاني كنا نسينا نقوله في الاول الفرق ما بين البليد بتاع البليتلي ديسفنكشن والكلوتينج فاكتور ديسفنكشن هو بتبقى حاجة يعني سيمبلي كده ممكن نقول ان البليتلي ديسفنكشن بتعمل ميوكو كيوتينيس بليد. فممكن تعمل ابستاكسيز ممكن تعمل امينوراجيا ممكن تعمل بيتيكي ممكن تعمل بيربرا. الكلام ده كله فين? في البليتلي ديسفنكشن. انما بتعمل ديب تيشو ده ممكن يكون هيماتومة ممكن تكون تعمل حاجة اسمها اي حاجة ديب تيشو هتبقى ماشي اكتر مع الفاكتور ديفيشنسي. تمام? ده كده زي هنمشي عليه. وهيسهل علينا حتى الكيس بعد كده في الحل ان شاء الله. تمام? اه مكتوب هنا اول حاجة بيحصل ريكارنت سبونتينيس بليد. السيفيريتي دي هو مش قادر يمانتين الكاسكيد او مش قادر يمانتين البلوت فلو العادي. هو عمال يحصل على طول بليدينج تمام? لان هو عنده الفاكتور دي ديفيشنسي. فما فيش اي كواجيليشن. فاي حاجة بتعمل بليد. تمام? فعنده ريكارنت سبونتينيس بليد. اه زي ما قلنا في الجوينس والمسلز اللي هي في الديب تشو. تمام? which can lead to كريبلنج ارثريتس مع اللونج ران الجوينس دي بيبدأ يحصل فيها انجري وسكارينج وانفلاميشن بتبقى كريبلنج ارثريتس خلاص بتاعوقوا عن الحركة. تمام? اه ممكن يكون في حاجات تانية يعني زي ما قلنا اللي بتشو بليد. تمام? اه ممكن الحاجات دي تكون اه وممكن تكون مع هيبدأ يحصل فيها تمام? زي زي ما مكتوب هنا. اه الحتة دي مهمة جدا انت في في المرحلة بتاعت اول سنة دي برضو بيبقى مشهورة قوي ان الطفل في المرحلة دي بيبدأ يمشي بيبدأ يقف فهو طبعا مش بيكون بتاعته وصلت ل فبيبدأ يقع ما عندهوش اتزان كافي بيبدأ يقع ويتخبط فالخبطات البسيطة دي بتعمله برضو اه او تعمله دي بتشو اه بليد بتعمله هيماتومس تعمله الكلام ده كله فدي هتبقى في العمر بتاع المشي والهو هيحبي فيه. تمام? اه هنا مكتوب اه يعني العيلة دي غالبا بتبقى عندها اه فهم كلهم هيبقوا ماشيين بالنفس ده. فيها عيلة تانية هيبقى عندها فدي بتبقى محتاجة بتاعهم. تمام? اه بيقولك بقى اربعين في المائة من الناس اللي هم عندهم هيموفيلية بتبرزانت في النيونيت البيريد اه نتيجة ايه? نتيجة ان هو ممكن يخش في اي حاجة بتعمله البليدنج ده. اشهر حاجة طبعا دخل عمل العملية طلع ببليدنج عنيف او سحب اي تحلير ومفيش كويس فمش بيتكمن بلاد كلوت. فهو عنده كونسيستنت بليدنج او كونتينيوس بليدنج. تمام? ممكن يبريزنت بانترا كرينيال هامورج او ويريد. طبعا انت بتخاف على البيشنس دي من حاجة شبه كده. لان دي حاجة ممكن تكون فيتل. ولارج كفاء الهيماتومة لو حصل او كانت بيبدأ يحصل كفاء الهيماتومة وتبقى حجمها كبير عن الطفلة السليم. تمام. المنت بتاعنا اول حاجة حسب انت بتشوف لو الطفل ده عنده هيموفيليا فده عنده فانت مش عايز تدخله في ده في الحالة دي هتبدأ تدي له سواء كان او حسب هو هيموفيليا ايه ولا هيموفيليا ايه. ليه بتديها له البروفيليكتكا ليه علشان تمنع يحصل زي والمشاكل الكبيرة اللي ممكن تحصل ديه. تمام? اه طيب. اه الجول بتاعنا ان احنا نمينتين اتليست وون برسنت اه فاكتور كونسنتريشن علشان تمنع البليدينج بتاعه. تمام? طول ما هو فوق الواحد انت متطمن شوية. اقل من الواحد لأ انت كده خايف ان ممكن يحصل مثلا وتبقى مصيبة صودة. تمام? انت بتشتغل على ده. ولازم طبعا يكون الطفل لما يكبر شوية في عمر المدرسة يبدأ يعرف يحقن نفسه الفاكتورز وبتعلم الاهل ازاي يحقنه لان مش معقول كل مرة هيجو يتحجزه في المستشفى عشان يتحقن. تمام? في الاكيوت بليدينج ابيسود انت لازم هتدي طبعا انت بتدي هنا حاجة بقى مش بروفيلكتك لأ انت بتدي هنا حاجة ثيرابيوتك. انت بتحاول توقف البليدينج عن طريق ان انت تتدي له تعمل وفي نفس الوقت تمام? اه ايه الحاجات اللي ممكن تستخدمها احنا قلنا في الفاكتورز دي او ده في منها ممكن تبقى موجودة انت ممكن تستخدم لان هي فيها بس هي فيها حاجات كتير وفيها الحاجات اللي هي الكلام ده كله فدي مش احسن حاجة مش احسن تمام? الحاجة الثانية اللي انت ممكن تدي بلازما اللي هي عبارة عن اللي هو انت خلاص انت جيبت البلازما دي عملت بيوريفيكيشن لها خط منها الفاكتور اللي هو عنده ديفيشنت سي فاكتور ايت وعملت له بيوريفيكيشن وكنسنتريشن وعملت له اين اكتيفيشن لو فيه اي فيروس وعملت له سكرينينج وهياخده فدي احسن طبعا بكتير من الفريش فروزن بلازما الحاجة الثالثة بقى اللي انت بتستخدم حاجات اللي هي جيناتيكالي انجينيرد فاكتورز متصنعها في اللابس فدي طبعا بتبقى اغلى والكست بتاعتها اضعاف بس في نفس الوقت هي والاحسن ومش بتعمل وكلام ده كله تمام فدي الابشنز اللي احنا بنعالج بيها كان هنا بيقول اللي هو الابشن التاني اللي في النص ده علشان هو مش غالي قوي وفي نفس الوقت مفهوش 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 اللي هي ممكن تتكون تمام لو واحد مسا عنده كرينيا الهامور تجي لأ انت في الحال دي محتاج تعمله وتوصله المية في المية لو سفير بليدن هتعمل نفس الحوار تمام لو مينور بليد او سيمبل جوينت بليد مفيش منها لأ ممكن توصله لتلاتين في المية في الاكيوت بليدنج تمام يبقى احنا في الاكيوت ده تريتمنت ثرابيوتك او ريسكيو انما البروفيلاكسس انت بتوصله الواحد في المية عشان يبريفنت اسبونتينيوس بليد انما هنا لأ انت بتعالج البليد ده فانت لازم تديله فاكتورز بنسبة عليها الميجور سيرجوري او لايف ثلاثنينج بليد لأ انت محتاج ان انت تطلعها لمية في المية كونسانتريشن زي ما بنقول مسلا الحتة بتاعت تمام يبقى انت بتحتاج المية في المية دي وبعد كده ما ينفعش ان انت تسيب المية في المية دي يحصل لها وتنزل لواحد في المية او بتاع البشانت ده حسب السيفيرتي بتاعته لو هو سيفير مسلا واحد في المية ما ينفعش ان هو ينزل من واحد في المية الواحد من مية في المية الواحد في المية على طول لازم يبقى فيه فانت هتحاول تدي في النص عشان ما يحصلش. تمام? اه مكتوب هنا بتديه على مدار قد ايم. بس مهمة النقطة دي. تمام? واهم حاجة ان انت طبعا بتعمل بتعمل للبلازما لفنكشنز اللي هي تمام? الحاجة التانية اللي ممكن نستخدمها هو عبارة عن اللي هو الهورمون ده. ده بيشتغل ان هو بيستيميوليت الاندوثيليم علشان تمام? هو ما اللي بيستخدم في الفنولي براند فاكتور. هوا ان ده لو كان عنده فهو قادر يصنع شوية. فانت لما بتدي بتزود فانت ممكن تحسن شوية. بس يعني ان حلو قوي وبيستخدم فعلا في علاج عشان هو بيعمله لالاندوثيليم تطلعوه. انما في الهيموفيلية ممكن يحسن الموضوع بس او بتاعنا هو سواء كانت او تمام? اه الديس مو بريسن بتديه بالانفيوجين تمام? وبرضو بنفس الكلام انت هتمونيتور بالكواجيليشن بروفايل عشان تشوف البيشنت ده بتاعته مثلا اتزبطت ولا لسه? تمام? بتدي طبعا ليه? لان ده بيشنت بيبقى في عمر صغير عنده ممكن يبقى لا قدر لله مسلا او هيبقى مش قادر يتحرك بيعاني طبعا من كل شوية بتحكس في المستشفيات كل شوية بيبقى محتاج نقل دم او نقل بلازما والكلام ده كله فطبعا بيبقى عنده وعنده والمشاكل دي كلها فانت لازم تعمل ده مهم في علاج اي سواء كانت بدياتريكس او او تمام? هو هنا بيقول ان علشان هيموفيليا بي ده عبارة عن وفكتور ناين ده من اللي بيطلع من الليفر فهو مش هيبقى فيه منه اي استفادة انما بيطلع من الاندوثيليا فانا لو اشتغلت بالديسمو بريسن هيستيميلات الاندوثيليا لسلز انهاية سمحة رحيم هاتسكريت الفاكتور والسكريت الفانولي براند فانا كده بحسن بتاعته تمام? الهموفيليا بي زي الهموفيليا اي نفس كل حاجة مفيش اي اختلاف هو بس فاكتور ناين ديفيشنسي نفس الانهيرتانس اكس رسيسيف نفس البرزينتاشنز نفس كل حاجة نفس بس انت هتدي او هتدي له وزي ما قلنا مش هنستخدم بعد كده زي ما احنا قلنا زي ما احنا قلنا شرحنا الرول بتاعه ان هو بفاسلتات دي رقم واحد رقم اتنين هو بيمنع بتاعه وفي نفس الوقت عشان كده هيبقى عندي مشكلة في النحيتين في وعندي مشكلة في الانترينسيك باثوي اللي هو بتاع بسم الله الرحمن الرحيم الانترينسيك باثوي سوري اه اللي هو بتاع فاكتور ايد تمام سانية كده عشان نطلقه بط الانترينسيك او الانترينسيك هيبقى عنده مشكلة لنتيجة ان هو عنده فاكتور ايد بيتكسر بسرعة تمام اه فانا في الفانو لبراندزيز لما هاجي اعمل الاستاذيس بسعتي هلاقي عندي اه بي تي تي وفي نفس الوقت هلاقي عندي البليدينج تايم لو عملت البليدينج تايم هيبقى اه برلونجد وفي نفس الوقت لو عملت الريستو كتين اكتيفتي ده او ريستو ستين اكتيفتي هلاقيه برضو اه مش طبيعي هلاقيه ابنورمال تمام اه طيب الممكن يعمل كوانتيتيف او كوانتيتيف يعني كمية كمية فاكتور ايد هتقل نتيجة ان كمية الفاكتور بتقل تمام او ممكن يكون كواليتيتيف ان الفاكتور بيتصنع بس مش شغال بالفانكشن بتاعته مش بالاوبتيمم فانكشن بتاعته مش قادر يعمل باينينج وما عندوش افينيتي لفاكتور ايد تمام فده بيعمل ايه بيعمل بليتلت بلاج فورميشن زي ما قلنا المشكلة في البليتلت علشان هو اه بيعمل باينينج للبليتلت او اديجيجن تاني حاجة بيمنع تكوين الفاكتور ايد تمام اه عشان كده مكتوب هنا او هو يعني فامشنالي هو ديفيشنط في الفاكتور ايد علشان هو بيحصل رابد ديجراديشن والتيهاف بتاعته بتبقى قليلة فكأنه هو ما عندوش الكوزز بتاعته هي غالبا بتبقى حاجة برضو وده من تمام فدي حاجة لازم تكون زي حاجة حضرة في ذهنك ان انت بتفكر فيها لما تلاقي حاجة وفيها تمام اه غالبا بتاعته بتكون اوتوزومة دومينانت هويفر ان في حالات بتبقى اوتوزومة بتاعه بيكون مش بيعمل العنيفة بتاعت تمام اه وقف اه او ادل تهود عشان كده بتاعته غالبا احنا هنحط لها زي سيناريو كده يبقى عالق في ذهننا ان هي بتكون والفيميل بيشنت دي الفيميل بيشنت دي بتكون ايه اه عندها مينوراجيا تمام اه 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 مينوراجيا دي حاجة مهمة جدا تمام المينوراجيا دي ادل تحصل فيوبانولبرايد فاكتور زي ما قلنا عشان فيه بدじゃない اه ام ام اي موتفيليا سبوتانية صوفت سوفتيشو بليدينج زي ما قلنا مش بتحصل اللي هي olurgy hematoma والهم وخير والكلام ده كله لان هو غالبا بيكون ايه عن الهيموفيلية تمام المانجمنت بتاعنا بيعتمد على غالبا انا بدي هنا علشان يزود من الاندوثيليم في حلقات بحتاج ان انا قديها زي هي بتكون بعالجها زي الهيموفيلية بالزبط لان هو سيمبلي كده كأنه ممكن لدي على اساس ان هو برضو ايه بيستخدم يعني بيتعمله وبعمل اللي الحاجات عنده تمام اه هنا في الحاجات دي اللي هي الانترامسكولار انجيكشن الاسبرين الانستيرويدال زي ان كل الحاجات دي بتبقى تمام طبعا معلش الفيديو وقف اه كنا بنكلم على تريتمنت احنا قلنا عندنا وده جيناتك الانجينير دي متصنع ده دلوقتي يعتبر ايه في بس هو برضو بيستخدم اه وقلنا الانترامسكولار انجيكشن والاسبرين ونانستيرويد الانتي انفلايماتوريز دي اه بتبقى فبتقالى لترامبوكسان اي تو فهي بتبقى اه بتعمل او بليتلت دسفنكشن فبتعمل بليدن تمام تمنع بليتلت اجريجيشن وبتعمل بليدن تمام فهتورسن الكنديشن في حالات الانترامسكولار انجيكشن يعتبر برضو هي سام سورت اوف تروما اللي دي بتشو فممكن يحصل منها اه بليدن نتيجة الان هو عنده اصلا للبليدن فانت لما تعمل له تروما بتسوق الكنديشن تمام اه طيب دي كده كمباريزون للهيموفيلية اي والفانولي براند فاكتور البي تي ده زي ما قلنا ده بتاع البلاي تينيس اوتسايد فده الاكسترانسك باثوي ما عندناش مشكلة فيه في الحالتين البي تي تي عندنا فاكتور اللي هو الانترانسك باثوي اللي هو شغال مع فاكتور ايت فهو بيكون برولونجة في هيموفيلية اي نتيجة فاكتور ايت ديفيشنسي ممكن يكون نورمل في الفانولي براند ديزيز لو الدنيا كانت ميلد لو كان السيفيريتي اكتر شوية فهيبقى معاه شوية فاكتور ايت ديفيشنسي نتيجة ان هو بيحصل له رابد دي جراداشن فهيزيد وهيبقى برولونجد الفاكتور ايت نفس الكلام هيبقى ديفيشنط في هيموفيلية اي مش موجود اصلا ممكن يكون نورمل او دي جريز في الفانولي براند ديزيز حسب ال دي جري اوف سيفيريتي الفانولي براند فاكتور انتجين هيبقى نورمل في الهيموفيلية اي لان هوم عندوش مشكلة فيه لكن هيكون ديفيشنس في الفانولي براند ديزيز الريكوف اكتيفيتي او ريستو كتين او ريستو سيتين او ريستو كتين هيبقى نورمل في الهيموفيلية اي لان ده بيتست البليتلت ادهيجن للفانولي براند فالهيموفيلية اي عنده الفانولي براند وعنده البلتلت شغالين. لكن في هيكون ديكريز او ابنورمال لان عنده فالبلتلت مش قادرة تعمل فبالتالي ده هيكون ابنورمال تست. تمام? هتبقى نورمال للهيموفيلية ايه? لان سليم بيتكون فيبدأ يعمل او بيبقى وحدات جنب بعض. تمام? لكن في لأ انا مش هشوف دي لان هو فهيتبقى ممكن نلاقي منها كمية قليلة او ممكن ما لاقيهاش لو هي تمام? خلاص الجزء الفاضل ده صغير اللي هي عندنا اول حاجة احنا عارفين ان الفيتامين كي ده مهم للفاكتور اللي هو رقم اتنين وسبعة وتسعة وعشرة اللي هما علشان يعمل للفاكتورز دي والفاكتورز دي تبقى اكتف وتشتغل. تمام? اه الفيتامين كي ده بيعمل حاجة اسمها ودي حاجة مهمة جدا جدا هنتكلم عليها بثواني. نفس الكلام اللي هو هيبقى هول سايت اوف برو داكشن اوف اه كلوتنج فاكتورز فلو حصل في مفيش كلوتنج فاكتورز فالشخص ده بيكون عنده وكلمنا عن البوينت دي في الشابتر بتاع الهيباثولوجي. الاميون ثرامبوسيتوبانيك بيربرا او الاميون ثرامبوسيتوبينيا. اه ده عبارة عن اوتو اميون ديس اوردر. اه ام نفس الفكرة برضو بيبقى غالبا ساكندري لبريفيز انفكشن الجسم كون انتيباضيز الانتيباضيز دي حصل موليكولر ميميكري راحت تضرب البلايتلت والميجكاريوسايت اللي هي البريكورسورز اوف بلايتلت. فبيحصل ثرامبوسيتوبينيا وبيحصل ديفيشنسي للبلايتلت لاين. تمام? في الدسماناتي انترافاسكولر كواجيليشن غالبا دي بتكون حاجة اكويرد. ممكن تكون ساكندري سيبسيس. ممكن تكون ساكندري مثلا التوكسين. ممكن تكون حاجة اديوباثيك. ممكن تكون ساكندري الانفكشن. والسبب بتاعها ايه بس الدسماناتي انترافاسكولر كواجيليشن بيحصل كونسومشن كواجيليباثي. في الاول بيبقى عندي ثرامبوزيز كتير. ديفيوز ثرامبوزيز all over the body. الثرامبوزيز ده بيبدأ يستهلك الكلوتينج فاكتورز ويبدأ يستهلك البلايتلت. فبيبقى عنده ثرامبوسيتوبينيا وعنده ديفيشنسي للكلوتينج فاكتورز. فيبدأ يخش في فبيبقى عنده الاثنين بيحصلوا مع بعض. بليدينج وآآآآآآآآآ مسببة بقى للفيتامين كيدة ديفيشنسي زي ما قلنا هو الرول بتاعه انه هو مهم للـ اكتفائشن أو فاكتورطو سبن وناين وتين. آآآآآ تمام وكمان فيتامين كي مهم علشان يصنع الاليفرو يصنع الـ الهوكيرينك انتيكواجلانس اللي هما البروتين سي والبروتين اس والانتي ثرومبين ثري. تمام? آآ الفيتامين كي بيعمل ايه? حاجة اسمها وبيخلي الباشنط عنده ليه بيحصل في بالزات? او اولا ان الطفل ده او النيونات ده بيكون عنده بتاعته شبه استيرايل ما عندهوش البكتيريا الفلورا اللي تصنع فبالتالي هو ما عندهوش يصنع فيتامين كي. تانية حاجة ده بيكون مفهوش فيتامين كي اصلا. آآ ثالث حاجة ان هو اصلا بيكون كميته ضئيلة جدا لا تكفي ان هي تمنع او ان هي تعمل دي. وبالتالي هو او هو يعتبر عشان كده من بتاعتنا لما ييجي الطفل انت بتديله اللي بياخدها وفي نفس الوقت بتديله حاجات آآ زي بتديله كده. الفيتامين كي لازم ياخد علشان تبريفنت الهيموراجيك ديزيز او دا نيوبورن. تمام? قلنا هنا نتيجة الحاجات دي. آآ في النيونيتس زي ما قلنا ان هو بيكون معاه فمش هيعرف ياخد الفيتامين كي من السورسز بتاعته. لو ما مش عارف يمتص الفيتامين كي. وقلنا الفيتامين كي ده اصلا من الحاجات اللي هي فات سوليبول فيتامينز. فلو اي حد عنده مشكلة زي عنده ده. وبالتالي مش هيعرف يمتصهم. نتيجة ان هو عنده اصلا ومنهم نفس الحوار. والسيليك ديزيز برضو نفس الكلام عنده بتاع الديودينم. آآ مش شغال وبالتالي هيبقى عنده الفيتامين كي انتاجونست لو حد بياخد ده فيتامين كي انتاجونست. فهيبدأ يعمل طبعا فيتامين كي ديفيشنسي وبالتالي هيدخل في الهيموراجيك ديزيز ده. تمام? آآ حتة الهيموراجيك ديزيز حاجة برضو خلي بالك عنيفة مش حاجة بسيطة. ممكن توصل لكرينيا الهيموريج البيشنط دي يخش في او او وتكون حاجة فيتل. فانت بسيمبل آآ بروفيلاكتك تكنيك ان انت بتدي بس فيتامين كي اتبرث انت بتمنع السيكوالي ده. تمام? احنا كده خلصنا الفيديو ده. والفيديو السلام عليكم. آآ مكملي مع بعض ودلوقتي هنتكلم على اخر جزء فيه ان شاء الله الجزء بتاع اللي هو تمام? آآ ان شاء الله الفيديو ده يكون برضو سهل و بسيط مش هيكون فيه ازمة. ماشي بسم الله احنا روحين. آآ اول حاجة هنا هو بيكلم معنا الثرومبو سيتوبينيا عمتا الثرومبو سيتوبينيا معليها البلايتليت كاونت النورمار بتاعها من مية وخمسين لربعمية وخمسين واتفقنا في بداية الشابتر ان الارقام بتاعة البلايتليت مش بتتغير بتوين البدياتريكس والادلت ايج جروب. تمام? آآ لو حصل يعني عن المية وخمسين اللي هي او يعني نزلت عن ساعتها بيسموها ودي بيحصل لها حسب السيفيرتي حسب الرقم بتاع البلايتليت كاونت. بتتقسم لسيفير ومودرت ومالد ثرومبو سيتوبينيا اكوردنج للارقام اللي مكتوبة دي السيفير من عشرين لخمسين آآ المودرت برضو بتتحسب من عشرين لخمسين تمام بس الريسك بيبقى مختلف المالد بيتبقى اقل من خمسين تمام عمتا طول ما هو البلايتليت كاونت اقل من مية وخمسين وفوق الخمسين فاحنا لسا في يعني معناش يعتبر نزلنا عن خمسين فاحنا بنشوف بقى اول حاجة المايد اللي هي البلايتليت بقت من خمسين لمية وخمسين آآ دي اللي هي يعتبر يعني هي محتاجة آآ علشان يحصل معها بليدنج هي معها بعد كده المودر اللي هي من عشرين لخمسين بيكون معها آآ مع مع الـ operations أو trauma but low risk of spontaneous bleeding مش هيحصل spontaneous bleeding بس معها risk of excessive bleeding لو حصل ايه trauma السفير ثرومبوسيتوبينيا نفس الكلام excessive risk of bleeding during operations أو trauma ومعها low risk of spontaneous bleed الثرومبوسيتوبينيا عكس الفاكتور ديشنسي او في الهيموفيلية الهيموفيلية كان عنده risk of spontaneous bleed لو نفتكر في السفيرتي بتاعتهم لكن الثرومبوسيتوبينيا لأ معها minimal risk of spontaneous bleed غالبا البليدنج في الثرومبوسيتوبينيا بيكون او آآ بيكون في بريسبيتاتينج فاكتور آآ سرجري اي حاجة يعني بتسبب البليدنج ده الكلانيكال بيكتور زي ما اتفقنا ان البليتلت بتعمل ميوكو كيوتينيس bleed فهيكون معانا بروزينج وبتيكي وبربرا دي على السكن ميوكوزال بليدنج بستاكسس آآ وزي ما قلنا برضو امينوراجيا بس الانتراكرينيال بليدنج بس الانتراكرينيال بليدنج ده بيكون محتاج سيفير ثرومبوسيتوبينيا محتاج معيها برضو يعني يعني في فاكتورز كتير بتتحكم فيها وهو انكمن مع ثرومبوسيتوبينيا تمام في نوت كده بس بيقول عليها البيربرا مش لازم تكون معناها ثرومبوسيتوبينيا في حالات زي الفاسكولايتس او البسل انجوري بتعمل بيربرا يعني البيربرا دي مش سبسيفيك للبليتلتز تمام زي ما عارفين مثلا ان هنخش لايب بيربرا ده لو اخدناه في النفرولوجي هنلاقي برضو ان هو بيعمل بيربرا والمشكلة فيه اصلا الباثولوجيكال ليجن فيه نتيجة فاسكولايتس مش نتيجة ثرومبوسيتوبينيا فالبيربرا بيرسي مش سبسيفيك لحاجة معينة ولا سبسيفيك للبليتلت وسنج�서 مكتوب هنا ان ممكن ان تحصل في حالات فيها نورمال بليتلت كاونت بس نتيجة البليتليت ديس فانكشن زي مثلا اليوريمك ديس فانكشن الي بيحصل فيها ايه البليتلت كاونت سليمة بس بسبب اليوريميا والتوكسيميا اللي بتحصل بيكون فيه مادة اسمها جوانين ساكسينات دي المفروض الكيدني بتتخلص منها في الرينا الفيلير او السيكي دي الجسم مش عارف يتخلص منها بيحصلها اكيوميليشن بتبدأ تعمل بتعمل توكسيميا في الجسم وبتأثر على البليتلت بتمنع الادهيجن وتمنع الاجريكيشن بتاعها وبالتالي بتعمل بليتلت دي كده لو معينا نورمال بليتلت كاونت وابنورمال فانكشن للبليتلت او في حالات الفاسكولار ديس او ديس او زي ما قلنا الفاسكوليتس واشارهم الهنخ اللي بتحصل في الاطفال بيكون معها تمام? اه طيب اول بقى حاجة هنا بيتكلم عليها تمام? الاي تي بي ساعات بيتسأل عليها هل هي اميون ولا او كان الاول بيتقال عليها اميون ان هو اه قبل كده كان بيتقال عليها اديوباثيك ما كانوش عارفين بتاعها بس دلوقتي كلها بتقول ان هي يعتبر اه اوتو اميون فبيسموها اميون تمام? الاي تي بي ده ده المست كومن كوز او ثرمبوسيتوبينيا ان الشايلدهود اه اه يوجوالي كوز باي ديس تركشن او ستركشن باي انتي بليتلت غالبا بيكون في بريسيدنج افينت زي مثلا انفكشن او فاكسينيشن او الجسم تعرض لي كون انتي باضيز اجينست الباثوجين او المايكروب ده وحصل موليكولر ميميكري الانتي باضيز دي راحت تضرب البليتلت علشان عندها انتجنز شبه الانتجنز بتاعت الباثوجين فبالتالي بدأ يحصل ديستركش البليتلت دي لما تيجي تعدي بعد كده على الاسبلين الاسبلين هيعمل لها فاجوسيتوزيس عشان هو شايف ان عليها انتي باضي يمسك فيها يعني الاسبلين هيعمل لها فاجوسيتوزيس في الاتيكولو اندوثيريال سيستم والماكروباجيوس هتبدأ تكسرها تمام فده النتيجة بتاعتها او الباثوليسيولوجي بتاعتها تمام طبيعي ان بيحصل بريفرال ديستركشن فالبون مرة عايز يكمبنسات وعايز يعلي البليتلت فهيبدأ ايه يزود الميجا كاريوسيتوزيب انت لو خدت البون مرة بايوبسي في الحالة دي هتلاقي بتكون في الاتج جروب من اثنين لعشر سنين الانتجنز غالبا زي ما بنقول افتر فيرال انفكشن او فاكسيناشن باسبوع او اسبوعين للفترة دي او الانتيرفل ده ده الفترة بتاعت الديفلومنت او انتي باضيز وعبار ما الجسم بيبدأ يعمل اميون ويكون انتي باضيز اه انذا مجورتي اوف تشيلدرين در از شورت هستري اه او دايز ور ويكس هي غالبا بتبقى حاجة اكيوت مش حاجة كرانيك ممكن يحصل ما انها كرانيك اي تي بي اه بس هي لاس كومان اوي في الاطفال اه في البيدياتريكس غالبا بتبقى اكيوت كونديشن بتاخد فترة وبتخف سواء الفترة دي كانت ايام او اسابيع زي ما بنقول هو فمعانا ميوكو كيوتينيس بليد ممكن يحصل معها اي بي ميوكوز البليدن زي المينوراجيا لو كانت مسلا اا اا ادوليسنت في ميل اا بروفيوز بليدن زي ما اتفقنا هو غالبا هتبقى حاجات خفيفة او اا كيوتينيس بليد تمام يعني حتى لو بتاعها واقع لحد عشرة او اقل من عشرة غالبا برضو هيبقى بتاعها مش عنيف عكس مسلا او تمام بس غالبا هو زي ما اتفقنا اا تمام اا زي ما بنقول طوانين في المية من الحالات بتكون اكيوت بناين سيلف لاميتد اا اا يوزولي ريميتنج سبونتينيس لي وذين سكس ويكس تو ايت ويكس يعني في خلال ست اسابيع لشهرين الدنيا كلها هتتحسن الجريدز بتاعت الاي تي بي بي بازد اون ديوريشن احنا قلنا الجريدز او السيفيريتي حسب الليفل اوف بليتليت كاونت دلوقتي هيقول الجريدز حسب بتاعتها اكتر من ستة شهور دي هنسميها ودي بتبقى غالبا في الاي تي بي بتاخد من ثلاثة لستة شهور واقل من ثلاثة شهور بيسموها لو حصل لها وخفت خلاص بقت كده اكيوت اي تي بي تمام بتاع اي تي بي هو عشان انت بتقول ان هي حاجة فما عندكش اي افدنس غير ان انت تمام فانت مهم ان انت تاكسكلود حاجات خطيرة زي مثلا اللي ممكن تكون مع مع الوكيميا مع لان انت في الحالات دي انت بتتعامل مع حاجة حاجة محتاجة فانت لازم تكون يعني دكتور شاطر تعرف تشخص ده وتعرف طلق التلساينز اللي معاك علشان تعرف تشخص صح تمام آآ زي ما بنقول هنا تمام زي الانهارت في حاجات او بتبقى في حاجات اه يعني بيكون فيه دسفانكشن في الريسيبتروز اللي على البلايتلت او في دسفانكشن في البلايتلت كاونت بتحصل اه في صورة اه في صورة او في صورة اه يعني اسامي ديزيزز كده زي الغلانزمان ثرومباسينيا زي مسلا السولير سندروم الويسكت سندروم دي كلها سندرومز بيكون الثرومبوسيتوبينيا فاكتور فيها او فيها لكن هي معاها حاجات تانية كتير فانت لو لقت ثرومبوسيتوبينيا لازم برضو تشوف هل معاي حاجة تانية ولا لا علشان ممكن يكون معاها حاجات خطيرة تانية تمام؟ الأبلاستيك انيميا زي ما بنقول ده يكون ماروفيليا فانت لازم تشخصها بدري واللوكيميا طبعا لازم تشخصها بدري علشان يبدأ ياخد الكيموثيرابة بتاعه ويحسن البروغنوز بتاعه زي كنا بنقول البيرنرد سولير سندروم الويسكت ألدريتش سندروم شود بيكونسيدرد عشان دي بتبقى حاجات فاميليال بتبرزنت في يونج ايج بثرومبوسايتوبينياو معاها حاجات تانية تمام؟ ايني تيبكالكلينيكال فيتشورس ستش ازابرسنس اف آنيميا او نيوتروبينيا دي حاجات كلها التيبكال هيا مش ثرومبوسايتوبينيا بس لا هي معاها سكينيج أفكتتد فانت في الحالة دي لا لازم تكنسيدر ان ده اولترنتيك ديagnوزز لو معاك هبات وسبلينوميجاليHE اورgenوميجالي لازم برضو تشوك ان ده لوكيميا فتعمل بون مارو praktى سبع تمام؟ لكن بيقولك ان انت لو لقيت isolated thrombocytopenia ومعاك مثلا history ان انت كان عندك preceding viral infection او عندك مثلا ال CBC count بتاعك شايفه تمام ال coagulation profile شايفه كويس مفيش حاجة في ال BT و ال BTT فانت خلاص عرفت ان دي thrombocytopenia ساعتها مش لازم تعمل bone marrow وممكن تعتمد على clinical diagnosis ان انت excluded الحاجات التانية clinically و laboratory مش لازم تعمل حاجة very invasive عشان تشخص. المانجمنت بتاعنا غالبا المانجمنت بيكون supportive care ان ان انت بتدي instructions should be managed at home ان ال patient دي مسلا ما ينفعش تروح مدرسة اه بقول للpatient ما ينفعش تروح علشان هو غالبا بيقافل في ميلز ما ينفعش تروح مدرسة ما ينفعش مسلا تلعب برياضة الفترة دي علشان اي اه انجري او اي trauma صغيرة ممكن تعمل تمام؟ اه ما فيش يعني يقول لك او زي ما قلنا مش بحتاج ان انا اعمل حاجة وكان في زمان الناس بتقول لك بتعمل لأ يعني اه مش حاجة common في الخاصة ان بتاعتها ايام او يعني ممكن تقعد مع الطفلة ده كمان ساعات هو عنده اصلا فانت هتدي له الانتي باديس هتكسرها فده مش common براكتس بيتعمل دلوقتي في حالات معينة ساعتها انت بتديها كثيرابيوتيك او ريسكيو ثيرابي عكس الفاكتور ديفيشنسي او في الهيموفيلياز احنا كنا بنديها بروفيلاكتك تمام؟ اه هنا انت بتديها لما بيكون في ميجور بليدنج سواء او جي اي بليد اه برضو لو عندك بريزيستنت مينور بليدنج دات افكتس ديلي لايف خلاص هو حاجة بتنترفير مع زي حد عنده دخلت في مينوراجيا الموضوع ده عامل لها يعني ديسفانكشن وسايكولوجيكال ديستيربنز ففي الحالة دي انت لازم تدي علاج العلاج بتاعنا بيشتغل على الثيوري ان هي اميون ديسفانكشن فانت بتدي أورال بريدنيزولون البريدنيزولون ده عبارة عن كورتيكوستيرويت فده يعتبر اميونو سابريسيف فانت بتقيم ان انت تقلل الليمفوسايتز بروليفراشن وبتقلل الاكتيفاشن بتاع اليمفوسايتز والبروداكشن ممكن تدي انترا فينس اميونو جلوبيلنز والثيوري بتاعتها هنا الانترا فينس اميونو جلوبيلنز دي غالبا بتكون انتي دي انتجن فانت بتحاول تماسك الجسم يعني ايه بتغفله انت بتديله انتي دي انتجنز او انتي باديس سوري علشان تمسك في الار بي سيز وتخلي لما يجيله الار بي سيز دي هيبدأ يتلهي بالار بي سيز دي ويبدأ يكسر فيها شوية لكن مش هيكسر في البلايتلتز فانت كده بتغفله عن البلايتلتز وفي قبل اخر ان برضو او ميكانيزم تانية دي بتكون تمام فهي بتمسك في الانتي بلايتلت انتي باديس فبتبدأ تعمل لها اه بايندينج وبتبدأ تمنع ان هي تمسك في الانتجنز دي تمام اه ده كده الميكانيزم بتاعت بعد كده ممكن تعمل ده زي ما قلنا مش بيتعامل في علشان هي اه تمام اه تمام هو هنا مكتوب حتى اه دي حاجة ضرورية ليه علشان البشينت ده ممكن يخش في بليدنج في اي وقت لازم يبقوا عارفين اللي هيجوا بيها ولازم ييجوا في اسرع وقت تمام اه تفقنا عليها خلاص دي بتحصل في عشرين في المية من غالبا بيبقى سبورتيف كير برضو انت بتعمل فولو اب للسي بي سي وتشوف في البيلتلت كاونت عامل ازاي طول ما هو فوق الخمسين الدنيا تمام لو نزل عن الخمسين ومعها مينمال ريسك الدنيا تمام انت بتمنج سبورتيف لي اه قالك بس هنا لو بقى فيه بريزيستنت بليدنج فانت عايز تمنع البليدنج ده فهتبدأ توفر التريتمنت في الحالة دي او لو كان معاك بليدنج بيأفكت الديلي اكتيفتيز او الكواليتيوف لايف تمام اه 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 ماشي يعني هتودي وقالحد ايه اه بدياتريك هيمتولوجست يتعامل مع الكيس دي التريتمنت الموداليتيز اول حاجة بتدي حاجة اسمها ثرومبوبيوتين ده هورمون طالع من الليفر او يعني ميدياتور طالع من الليفر سيتوكاين كده بيشتغل على البون مارو علشان يستيميولات البون مارو يطلع البليتلتز زي الاريثروبيوتين بيشتغل علشان يستيميولات الاريثروبيوتين ده بيستيميولات الميجا كاريوسايد بروداكشن والبليتلت بروداكشن فانت حتدي الريسبتور ايه يشتغل بنفس الميكانزمة او يعمل ميميكينج للثرومبوبيوتين اسمه ايه اسمه الترومبوباج هناخد كلمة ترومبو دي ونفتكر ان هي ثرومبو بيوتين فترومبوباج الترومبوباج ده الدراج تمام وحاجة تانية اسمها رومي بلوستين تمام ممكن تدي ريتوكسيماب اه لان ريتوكسيماب ده منوكلون الأنتي بادي بيشتغل أجينست CD20 بيسلز فانتا كده بتضرب البيسلز اللي هي الـ site of production وفي أنتي باديز فانتا بتقلل الـ anti-blatelet antibodies اللي بتتكون تمام ممكن تعمل اسبلينيكتومي وده بيكون الـ refractory cases بقى اللي ملهاش اي علاج ومش بتتحسن على اي medical treatment ممكن تعمل اسبلينيكتومي يبقى انت كده شلت الـ organ of destruction وحسنت الـ condition عن طريق الاسبلينيكتومي تمام بس طبعا زي ما اتفقنا ان الاسبلينيكتومي في البيدياتريكس لها general rules لازم تتسنى مثلا على عمر 7 سنين لازم يكون معاك indication واضح للعملية لازم تدي pre-operative vaccinations وبتخاف من السبسس خاصة بالـ encapsulated bacteria بتدي prophylactic oral penicillin بعد كده بشكل ديلي علشان تأفويد السبسس والانفكشن تمام مكتوب هنا اه لان في حالات بتبقى ودي الفرست البريزنتيشن بتاعتها ان جاي بـ فجاي بـ تمام فانت ممكن تفولو اب معايا على اساس ان في ريسك ان الـ الـ تكون يعني ايه واحدة من الـ وهي جاي بـ بـ بعد كده هندخل على الـ احنا جبنا سريتها في نص الكلام بس هنا هنتكلم عنها باستفادة شوية هو المشكلة هنا في مشكلة في الـ البداية بيكون ايه بيكون ان انا عندي بيكون ان انا عندي زي انفكشن زي بكتريميا زي سبسيس whatsoever السورس ده او التريجر ده ده بيبدأ يعمل اكتيباشن للـ اه يبدأ يعملي ويدسبرد كواجراشن ويدسبرد بلد بتبقى موجودة في الميكرو سيركولاشن دي نقطة مهمة تمام الميكرو سيركولاشن دي هيبدأ يكون عندي ثرومباي ويكون عندي بلاد كلوت الموضوع ده هيكون عنيف وبيستهلك البلايتلت وبيستهلك الكلوتينج فاكتورز مع الوقت البلايتلت هيبدأ يحصل فيها ديفيشنسي وثرومبوسايتوبينيا نتيجة الكونسومشن ويحصل نتيجة برضو الكونسومشن هيحصل لهم ديفيشنسي وزاعتها العيان هيخش في بليدنج يبقى هو عنده ثرومبوزيس وعنده بليدنج تمام مكتوب هنا السبسيس تيشو دامج زي او بيرن اي حاجة هتعمل تيشو نيكروزيس بيقولوا النيكروزيس ده بيطلع والميدياتورز دي هي اللي بتعمل للسيستم ده تمام ممكن تكون اكيوت او كرونيك هي غالبا بتبقى اكيوت لان هي حاجة فلو ما تعالجتش غالبا الشخص ده بيموت فعشان كده هي بتبقى تمام هنلاقي بها هنا مكتوب هنا ممكن يحصل ممكن يحصل اي ثرمبوزيس واي حتى في الجسم سواء كانت ارتيريال او فينس ممكن تحصل تمام او او تمام فممكن تحصل مسلا في في ممكن تحصل مسلا في ممكن تلاقي حاجة اسمها اللي هو حصلت في اللي رايح يعني وهكزا تمام مفيش حاجة يعني مفيش ده بس في حاجة لو لقيتها بتشك في هي تمام يبقى زي ما قلنا كده ان دي مع دي الدي دايمر ده ده عبارة عن اه او لما بيزيد بتعرف ان كان في ثرمباي كتير والثرمباي دي بتتكسر اول حاجة زي ما بنقول بيحصل نتيجة اللي بيحصل سواء كانت في او في الفايبرانوجين بيتكسر وبيتحول الفايبران فهو هيبقى قليل تمام او دي دايمر بيعلى ليل ان انا عندي اا البلوت كلوتس بتتكون كتير وفي نفس الوقت الانتيكو اجلانت باثوي او الثرمبوليتك باثوي البلازمانوجين بلازمن اا باثوي ده شغال كتير فبرده عمل يكسر الفايبران تمام مايكرو انجيوباتي هيموليتك انيميا بتحصل او زي ما قلنا البروتين سي والبروتين اس والانتي ثرمبين ثري في نفس الوقت بيستهلاكو برضو لان فيه ثرمبوزيس كتير وفيه في نفس الوقت اا كواجيليشن كتير الكواجيليشن سيستم شغال بدرجة كبيرة فاحنا في الحالة دي بنحاول ايه اا الجسم بيحاول يتخلص من الكواجيليشن ده عن طريق ان هو بيشغل الانتيكواجيليشن باثوي فبيبدأ يحصل لهم تمام حدة المايكرو انجيوباتيك هيموليتك انيميا دي لو اتكلمنا عليها لو قلنا كده ان ده مثلا البلوت بيسل الثرمبوزيس اللي بيحصل في الدي اي سي غالبا بيكون في المايكرو سيركوليشن او في الكابيلرز تمام في الارتريولز في الحتة دي فاحنا لو بصينا هنا ان ده مثلا البلوت بيسل تمام فالثرمبوزيس بتبدأ تحصل هنا تمام وتبدأ تعمل اا كده فالمفروض الاربيسيز المفروض ان هي جاية تعدي فالمفروض بتيجي تعدي في الاربيسيز بيبقى في اا او في حاجة زنقاها الاربيسيز مش عارفة تمشي بالليونة بتاعتها او بسهولة فبالتالي الاربيسيز هنا بيبدأ يحصل لها شيرينج وبيبدأ تتكسر تمام فده اللي بيعمل مايكرو انجيوباتيك هيموليتك انيميا الاربيسيز هتبدأ تتكسر فانت هتلاقي كل الفيتشورز اوف هيموليتك انيميا هتلاقي اللى عالى هتلاقي مسلا هيمو جغوبينوريا تمام هتلاقي الphemوجوبين عالى في اليورين هتلاقي البليروبين عالى تمام البليروبين هنا هيكون نوع ايه اين دائريكت هيبر بالربنميا لان دي هيموليتك هتلاقي الريتكلوسايد كاونت عالى تمام كل الحاجات دي فيتشورز اوف هيموليتك انيميا الحاجة اللي هتلاقي Elizabeth يعني بالشكل دى تمام بيسموها ايه بيسموها تيميوها الشيستيوسايدس تمام ده شكل الشيستيوسايتس اللي هي بعدما بتعدي على البلوت كلوتس دي وتبدأ تتكسر أو يعني شكلها يتغير بتبقى اسمها الشيستيوسايتس وبتبقى باينة في الفيلم تمام الضياجرام ده كده بيلخص الكلام اللي احنا قلناه تمام المانجمينت بتاع دي اي سي بيقول اي بيقول تمام اللي هو سيبسيس لو انفكشن او كده هتعالج بانتيبيوتكس تمام لا ده مست بي بروفايدد علشان دي اه حاجة فيري سيفير لو ما عملتش لو ما عملتش ولو ما مدتش البلازمة ولو ما مدتش الفاكتورز اللي حصل فيها دي ممكن تخش في والشخص ده يموت منك طبعا تريش فروزن بلازمة ممكن تدي دي ودي عبارة عن فاكتورز معينة بتبقى ومحفوزة تمام وممكن تدي زي ما قلنا ملهاش رول قوي بس بتهتم اكتر بالفريش فروزن بلازمة تمام ده كده زي ايه اه دفرانشية الدياجنوزيس للطفلة اللي معاه بتيكي او بيربرا اول حاجة ثرومبوسيتوبينيا او الاميون ثرومبوسيتوبينيا ودي احنا كلمنا عليها بالتفصيل خلاص فيه هنا مكتوب وده حقيقي احنا مش بيدي لكل الحالات احنا غالي بقى من ادي بنفولو اوب بنشوف وبنحتاج نعالج حالات معينة تمام حسب وحسب وحسب دخل في بليدنج او لا تمام الحاجة التانية من الكوزيس الليوكيميا احنا عارفين ان الليوكيميا دي بيبقى انفلترات بماليجنان سيلز او نورمال هيماتوبويتك سيلز فالهيماتوبويتك سيلز او البركورسورز الميجا كاريوسايت وفي نفس الوقت البركورسورز او وفي نفس الوقت كلهم بيبدأ يحصل لهم افكشن فمش بيحصل لهم السيل سايكل بتاعتهم وبش بيخش في السيل ديفيجن فبيبدأ يحصل ممكن انيميا ثرومبوسايتوبينيا ممكن يحصل لوكوبينيا فانت بيبدأ ده يرفلكت عليك لو في ثرومبوسايتوبينيا في صورة بيتيكي وبيربرا تمام الكلينك الفيتشورز طبعا معي المالاز بسبب الانيميا المالاز بسبب و الممكن تلاقي ممكن تلاقي كل الحاجات دي و طبعا هتلاقي بقى معاه الى الكيمية هتلاقي هتلاقي الهيموغلوب القليل هتلاقي ثرومبوسايتوبينيا. وطبعا هتكونفرم ده بالبون مرو اجزامناشن. زي ما قلنا ده هيبقى عيان وعنده زي سابسس او او شوك تمام? او اي حاجة زي كده. تمام? اه ايه الحاجات اللي هنا برضو دي كده ثرومبوسايتوبينيا. تمام? يعني عنده بتيكي او بس سببها مش ثرومبوسايتوبينيا يعني في السي بي سي هتلاقيه كويس. فاول حاجة الهنوخشون لاين بيربرا وزي ما قلنا ان ده آآ فاسكولايتس. مين الهنوخشون لاين بيربرا بتكون بالبابول بيربرا. يعني هتلاقيها elevated on skin surface بالاكزامناشن. تمام? آآ الغالبا بتكون confined للباتوكس والاكستنسور سيرفس. يوجوالي بيلو ذا باتوكس على اللور لمب. تمام? بيكون معاها ارثرايتس. كل الفيتشورز بقى بتاعته ارثرايتس هيكون معايا ابدومين البين ممكن يخشف معايا الماتوريا لان هو في آآ 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 تمام? السبسس بردو دا من الاسباب اللي ممكن تعمل بتيكي خاصة لو كانت مينجوكوسيميا اللي هي النيسيري اه مينجيتيتز انفكشن اه الفيرل انفكشن ممكن تعمل برضو سابساس وممكن تعمل البتيكي دي هتلاقي معا سبتيسيميا لو مينجيو كوكال انفكشن هتلاقي معا فيبر ومينجايتس والنيوكال ريجيديتي وكل او او الراشة اللي بيحصل في المينجيو كوكال سابساس عنده حاجة اسمها تمام اللي هو بيحصل له تمام اه لو ساسبكت طبعا بتدي اه بتعمل لازم طبعا بتعمل 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 منه وتدي trip tot تمام لو ما الترو ما دي ممكن تعملك طبعا بتيكي او بيربرا هاو ايكموسس اه وهتلاقي طبعا بتتلهي كويس الترو ما دي ممكن تكون اكسيدنتل ممكن تكون اكسيدنتل اللي هي ايه اليها بعد ذلك جعلت مساوا اه مكتوب في التواضح nhânياسrés صحي الله ادى غلطه مني اللي هي Lag sort klar تمام؟ عكس حاجات تانية اللي بيحصل لها زي مثلا التيلانجيكتيزيا او والحاجات التانية. تمام؟ فده دياغنشال دياغنوزز بتاع البيربرا. السلايد دي على الديب تيشو بليد او الديب او بليدينج انتو صوفت تيشو والميوكو كيوتينيوس او فولوينج سيرجري. الجزء اللي فيه انهارت الديس او درز ده الهيموفيلية ايه والهيموفيلية بيه اتكلمنا عنه باستفادة في الفيديو اللي فات. نفس الكلام برضو اتكلمنا عنه. تمام؟ الهيموفيلية هي اللي بتبريزانت بديه بتيشو بليد سواء كان او هيماتومة او الكلام ده كله. اتكلمنا عليها اللي هو الهيموفيلية ممكن يحصل في الانفانسي. نفس الكلام لانه هو عنده نفس الريسك فاكتورز. اه لو هو ما اخدش الروتين كير بتاعه ما اخدش الفيتامين كيه ساعة الولادة ممكن يحصل في الانفانسي. تمام؟ اه لو حد عنده ده ده عنده مشكلة انه هو مش قادر يصنع الكلوتينج فاكتورز زي ما اتكلمنا عنها. لو بسبب ايميون ثرومبوسايتوبينيا او دي اي سي دي حاجة اكوايرد دي مش حاجة موجودة في جيناتو دي مش حاجة او حاجة او حاجة انهرتد. لا دي تمام؟ قالك انت بتشخص برضو بناءا على يعني لو حاجة في اول سنة في اول كام شهر بتفكر في حاجة لو في اول كام يوم بتفكر في الفيتامين كي ديفيشنسي لو حد في ايج كبير هتفكر مثلا في حاجات تمام؟ الفاميلي هستري لو عندهم او حاجة عندهم مثلا الميلز عندهم دي غالبا هتبقى هيموفيلية او حاجة لو عندهم لا الميلز والفيميلز افكتد ومعاهم مسلا بتفكر في لو ممكن تبقى حاجة اه هريديتري بس اول مرة تحصل او حاجة اه تمام؟ البليدنج هستري بتبدأ تشوف شكل البليدنج حجم حجمه قد ايه طبيعته فين؟ اه هل هو كيوتينيس ولا ميكو كيوتينيس ولا دي بتشو بليد وبتبدأ تكاتيجورايز الكلام ده كله يديلك زي كلو او تتكلم عليه تمام؟ وطبعا بتبدأ تانفستيجات الحالات تاعت البليدنج دي زي ما قلنا بالسي بي سي لو احتاجت سي بي سي فيلم بلاس او ماينس لو شاكك في حاجة محتاجة سي بي سي فيلم بتطلب طبعا علشان تشوف انهي element of coagulation cascade لو احتاجت تطلب حاجات تانية زي دي دايمر او الريستو ستين تست لو شاكك في فانو البراند او دي اي سي تمام؟ احنا كده خلصنا الشابتر بتاع الهيمياتالوجي وخلصنا الجزء بتاع الـ bleeding disorders اه اه اتمنى تكون تفاتوا ان شاء الله بالفيديوهات دي وربنا معاكم ان شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة